من جانبه وجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي وجه الشكرة لرئيس مجلس واللجنة الفرعية مشيدا بمبادرة مجلس ويب وضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وأشار فوزي إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار مثل هذا القانون في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدأ إلى الحبس الاحتياطي وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات في هذه الأثناء شهد وزير العدل المستشار عدنان فانجري بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي وتنظيما دقيقا لأحكامه وتنظيما كاملا للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة ما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر